عندنا مشكلة في الأرقام هما بيتحدثوا على 23 منظمة بتتكلم على 23 ومنظمة بتتكلم على 26 تقدرنا ونحن مع احترامنا الشديد ليوم نحن نعمل على الأرض نحن لدينا توكيلات من الصحفيين نحن نتحدث على 60 صحفي سجين بالنسبة لنا الصحفي هو من يعمل بالصحافة اللي خلف الكاميرا الذي لا يظهر هو صحفي المعد في البرنامج التلفزيوني رغم انه لا يظهر حينما يعتقل بسبب عمله في قناة تلفزيونية هو صحفي زي الصحفي اللي في الجريدة المطبوعة اللي بيعمل بالديسك هو صحفي وبالتالي لدينا 60 صحفي سجين في مصر مش ما بنتكلمش على 23 أو على 26 احنا عندنا توكيلاتهم نحن محاموهم ومش معنى انه مش صحفي مشهور اننا همزع عنه صفة الصحفي البعض متلفق له زي كل العالم العربي لو انك سألت اي رئيس نظام مستبد او ملك او امير هل انت ضد حرية الصحافة هيقولك بالطبع انا مع حرية الصحافة ويضع استثناد وحين يسجل صحفيين يلفق لهم او يفبرك قضايا مختلفة لكن بالنسبة لنا الصحفي اللي اتقابد عليه بسبب عمله او بسبب مهنته حتى لو لفقت لي قضية اخرى سيما كتير في مصر هو صحفي سجين وهو سجين ضمن سجناء الرأي لان سجناء الرأي احيانا ما بيكونوش صحفيين بالنسبة لسؤال حضرتك باختصار اذا كان لك نعم نعم مصر من 2011 حتى 2014 قتل فيها 11 صحفي صحيح 2015 لم يشهد قضل صحفيين لكن بالنقبل يعني جنب الستين صحفي السجين عندنا حوالي 13 مقالة و13 جريدة تموا مصادرتهم في هذا السن عندنا قوائم سوداء ومنع الصحفيين من الكتابة عندنا حالة عداء لأي صحة في الشارع يحمل كاميرا يتم الاعتداء عليه واذا كان في صحيفة مقربة من النظام بيتم الاعتداء عليه لكن لا تلفق له قضية